تصعيد جديد تشهده المنطقة بتوعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بمواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية في مياه الخليج نقول للأمريكيين إننا مصممون وجدون للغاية وإن أي عمل سيتم التعامل معه برد حاسم سيكون فعالا وسريعا لقد أمرنا أيضا وحداتنا البحرية باستهداف القوارب والقوات الأمريكية إذا حاولت تعريض سلامة سفننا أو قواربنا الحربية للخطر تهديد سهران جاء ردا على تغيير دونالد ترامب قواعد اللعبة فالولايات المتحدة لن تقبل بعد اليوم تحرش السفن الإيرانية بأسطولها كانت الاستفزازات تحدث خلال إدارة أوباما طوال الوقت لكن تحت إدارتي لن نتحمل هذا الأمر لقد أعطيت الأوامر ولن أسمح بتعريض سفننا وطواقمها للخطر وسنقوم بتدميرهما لكن كيف تصاعدت الأمور إلى هذه النقطة؟ هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية للبحرية الأمريكية قد تشرح المشهد حيث حاولت أكثر من عشرة زوارق للحرس الثوري في منتصف الشهر الجاري الاقتراب من السفن الأمريكية في مياه الخليج جاءت هذه المناوشة البحرية تزامنا مع استعراض الأسطول الخامس الأمريكي إمكانيات جديدة أكثر مرونة فوفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى انطلقت هذه العمليات من سفينة بولر لمواجهة تكتيكات الحجد الإيرانية بالمقابل نشر الحرس الثوري في الفترة الأخيرة صواريخ المدفعية والصواريخ المضادة للسفن على طول الشواطئ الإيرانية المطلة على مضيق هرموز في تلويح على قدرتها على إغلاق الممر المائي الدولي سيد الحديد العربية